بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذ تلميزات الصف الاول الابتدائي اهلا بكم في قناة زاكل يا بابا النهاردة عنذاكر مع بعض مادة اللغة الانجليزية عناخده مع بعض listen to من unit 2 بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة عناخده يا اولاد مع بعض listen to عناخده كلمات حرف ال H و كلمات حرف ال N فنردده مع بعض وروان تردد معنا ده حرف ايه يا روان H عناخده حرف ال H ناخده كلمة هاني هاني قولي معاي هاني 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 هير هير يعني شعر هير شعر دي ما انت شايفة صورة ايه الشعر يبقى هير هير شعر قولي هير 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 انا ناخده HANA H A N A HANA 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 دي بيت اسمها HANA بعد كده انا ناخده HAND 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 يعني يد HAND يعني يد HAND يعني يد HAND يعني يد يد انا ناخده بعد كده كلمات حرف ال N انا ناخده مع بعض قولي معاي HAND HAND قولي HAND 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 انا ناخده في كلمات حرف ال N انا ناخده نوز 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 يعني امف نوز امف امف هي صوت الامف يبقى نوز امف نك رقبة نك رقبة N-A-C-K ناخده نوز 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 ده بالنسبة لكلمات حرف ال H وحرف ال N هنا روان اكتب استمع وتتبع هنا يقول لكي يو ها روان حرف ال H دة حرف ال H تمonce بحرف الحرف الح بالقلم الرصاص نحن قادمة هناك قادمة هناك هناك أو الحارف ايضها أدوش لها الحلم الرصاص وبعد ذلك هناك فهم الحور بالقلم الرصاص هناك كلمات حرف الن نلب سنقل نلب سنقل هنا من أجدكم الكلمات الخروجات نوهه 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 نك رقبه نوهه نك ن اس ن اس سي كا دي نك رقمة تدوس عليها بالقلم يا روان الرصاص هنا يجب لك يا روان يجب لك حرف ال H وحرف ال N اتش كابتل اتش سمول اتش كابتل اتش سمول ويجب لك دوس عليهم كلهم بالقلم يا الرصاص تبقى كلهم تتبع عليهم بالقلم الرصاص كده وحرف ال N هنا يجب لك كلمة هند يد هير شعر ودوس عليهم بالقلم الرصاص وكتبيهم يجب لك كلمة هانا اتش كلمة هانا تدوس على حروفها وتكتبيها وكلمة نوز نوز امف نوز امف اتش كلمة نوز بالقلم الرصاص هنا أجيب لك كلمة نوها وعايزك برضو تدوس عليها بالجلم الرصاص نو اتش ايم وكلمة نك رقبة تدوس عليها بالجلم هي بالجلم الرصاص ده بالنسبة ليه التدريبات دي بعد كده الأسئلة على الدرس يا روان هنا أجيب لك كلمة يا دي هير جيب لك تلات صور هايقولك ضع دايرة حول الصورة الصحيحة هير يعني شعر فين الشعر أهي نحط دايرة حول الشعر طب هنا كلمة هاند هاند يعني يد فين اليد أهي شاطر نحط دايرة حول اليد نيجي بعد كده نوها فين نوها أهي البيت الحلوة دي نوها نحط دايرة حول نيها نوها ده بالنسبة للتدريب الأولاني عنيجي التدريب الثاني جيب لك صورة رقبة وجيب كلمة نك بس نقص حرف واحد جيب لك الحرف الناقص ده ان ولا اتش ولا بي حرف الان عشان دي نقولها نك رقبة ونك خدناها ايه كلمات حرف الان فنكتبه ان سمول طب هنا صورة هاند وكاتب كلمة هاند نقص حرف هيقول لك الحرف دا بي ولا ان ولا اتش اتش هاند يبقى نقول ايه اتش يبقى نحط الحرف الناقص له حرف الاتش حرف ايه اتش نجي بعد كده التدريب الثالث بيقول لك ايه روان جيب لك صورة ايه دي بق فم فم بالانجليز يعني اياه ماوس هنا يبقى ماوس ويبقى نوز يبقى نحطه على من الصح دي ازن يبليك هاند ويبليك اير يبنحط علامة صح جدام اير اير بمعنى ازن يبنحطه جدام اير علامة صح هنا في رقم اربعة يبليك يا روان يبليك حرف الاتش وحرف الان وبيقولك يبليك صور جدام كل حرف بيقولك ضع دايرة حول الصورة لتبدأ بنفس الصور فهنا دي صورة ايد يا روان دي صورة شعر هير يعني شعر بنقوله ايه هير شعر بدايتها حرف الاتش فنحط دايرة حول هير شعر دي صورة رقبة رقبة يعني نك وهنا مش عايزين هنعايزين حرف الاتش دي صورة ايه هاند يد وتبدأ بحرف الاتش فنحط دايرة حول حرف صورة هاند دايرة حول صورة ايام هاند يبقى اله هير و هاند طيب دي حرف الان الان جيب لك هنا صورة هاند لا هاند تبدأ ب اتش طيب هنا صورة نوز نوز تبدأ بحرف الان فنحط دايرة حول حرف نحط دايرة حول صورة نوز صورة الملاخين و دي رقبة يبقى تبدأ بحرف الان فنحط دايرة حول صورة الراقبة نحط دايرة حول صورة الراوان الرقبة هنا برضو جيب لك كتابة تاني برضو هيقول لك تتبع جيب لك حرف ال H تدوس عليه وهنا جيب لك حرف ال N وبرضو تدوس عليه بالقلم يا روان ده بالنسبة لها لحرف الرقم خمسة رقم ستة هنا جيب لك حرف ال H كابتل N كابتل B كابتل ويقول لك وصليهم بالصمول بتاعهم ال H كابتل فين الصمول بتاعها نوصل بقى خوش نوصل هنا N كابتل نوصلها فين بال N سمول وال B كابتل نوصلها بال B سمول ماشي ده بالنسبة لرقم ستة هنا في سؤال رقم سبعة بيقول لك تتبع ولون روان بص كده ده كلمة يا نوز تتبعيها بالجلم لقصات دوس على النقاط كده وتلونيها ده كلمة يا هير شعر هير شعر هير شعر هير شعر هتلونيها الشعر بتاع الوده وتدوس على الجلم بكلمة هير هنا جيب لك يا نوصل نك رقبة نك يا رقبة تتلوني الصورة وتدوس على كلمة نك يا رقبة هنا هاند ياد دوس على كلمة هاند وتلونيها اليد ده وتلونيها اليد كده احنا وصلنا لنهاية درسنا النهاردة ارجو كون استفدتم معانا والى اللقاء في درس جديد مع مادة اللغة الانجليزية للصف الاول الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة